السلام عليكم ورحمة الله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عباد الله سمعنا قريبا عن رجل في الكويت يقال له عثمان يتكلم في دم نبي الله محمد ويسأل في دم نبي الله محمد على محمد وآل محمد صلوات الله يسأل ذاك سيء الذكر يسأله شيطان من السائلين يسأله أن هل دم نبي الله طاهر أم ليس طاهرة بدأت فأقول إن السائل شيطان وأن ليس لكل من سمع سؤالا ما كان أن يسارع فيجيب سمع هذا فأجاب هذا الرجل وعلم هذا عنه وظهر هذا عنه وانتشر هذا عنه ولا يزال الرجل مصرا ولا يرعوي ولم يرجع ولم يستغفر ولم يعتبر وأصر واستنكف واستكبر وأبقاها كما هي عنده إصرارا وعندا وكبرا فسأله شيطان ما سمعت فقال أن ليس طاهرة ولا يعلم ولا يقول مؤمن بريء ما قال هذا ولا يقول ولا يجيب بهذا إلا خبيث كان عليه أن ينهر الذي سأل وليس كل سؤال إن كان هذا محسوبا في العلماء ليس كل سؤال يجاب بل من وجوب تأدبة السائلين أن يعلموا يسأل هذا أو لا يسأل فدفعا عن حق الله ورسوله وتعزيرا لنبي الله محمد على محمد وآل محمد صلوات الله بعد إصرار ذاك العنيد واستكباره على ما قال جهلا وعندا وضلالة وجب أن يعلم هو وأشياخه أن دماء المسلمين المؤمنين طاهرة عمومهم فكيف بدماء خاتم النبيين وكيف بدماء الأنبياء فليس لك كما قلنا لكم ليس استجرارها بمحل لعالم ولا لعاقل ولو سألك الشيطان لا تجب فهذا السؤال من الشيطان فضح الجاهل الخبيث فهذا أنت أولى بها أنت ومن أخذت عنهم ومن صدقتهم ومن دنت لهم بهذه الضلالة أنتم أولى بها نفسا ودماء ورؤوسا هذا الذي سميته أنت وشيوخك أولى بها وهذا النبي الذي تكلمت عنه عدوانا وبغيا وجهلا وضلالا أطهر في السماوات والأرض من زعمك وزعم شيوخك جميعا إن كانت دماء شيوخك ابن عبدالوهاب وابن تيمية ليست طاهرة وكانت لحومهم مسمومة كما تقولون فليس ذاك في نبينا البتة حاشا نبي الله أنتم أولى بها دعها في شيوخك لا بأنهم كما قلنا لكم دماؤهم ليست طاهرة أنت تقول وأن لحومهم مسمومة خلوا لنا نبي الله لا تؤذوا نبي الله تستتابون في هذا وجوبا دينا على المسلمين جميعا أن تستتابوا حيث هو وجب أن يستتاب فلأجل حق الله ورسوله وبغي هذا وعدوانه على نبي الله وحق المؤمنين الذين يدينون لهذا النبي كل الأميين من المؤمنين كل المؤمنين الأميين الذين يدينون لله بهذا النبي على محمد وآل محمد صلوات الله وجوبا على هذا أن يرجع عنها وأنه يستتاب عنها ووجب عليه حيث هو في البلد من يحملها عنها إلزاما له إيجابا له أن يرجع عنها وأن يعتذر عنها على ملأ المسلمين وعلى أعين المسلمين لزامة وتحمل من محلنا هذا إلى سلطان البلد حيث ذاك الخبيث يلجئه ويرغمه نحن المسلمين المؤمنين حيث ما كنا نحملها ونرفعها إلى سلطان البلد الذي هو فيه ذاك الخبيث أن يرغمه على حق الله ورسوله أن يتوب عنها وأن يرجع عنها وأن يعتذر للمسلمين جميعا وإننا إذ نحن هنا نجعل حقنا في نبينا عند الله على هذا الرجل تحسبا لله رب العالمين حقا لنبي الله محمد على محمد وآل محمد صلوات الله إن لم يرجع هذا حقنا محفوظ عند رب العالمين وحق خاتم النبينا محفوظ عند رب العالمين حسب ذلك الجاهل الخبيث أن يعلم أنه بهذا شاذ لئيم مخالف خالف في أصل في هذا النبي رمى نبي الله على محمد وآل محمد صلوات الله رماه بتهمة وباطل وآذى نبي الله وآذى الله والمرسلين والنبيين وآذى كل مسلم من نوح إلى خاتم النبيين هذه منا من الأرض المقدسة إلى ذلك الذي قال ورمى نبينا بهذا الذي سمعنا أنت أولى بها لزاما عليك أن ترجع أنت ومن أخذت عنهم أولى بها أنت ومن أخذت عنهم إن ربنا على كل شيء شهيد حسبنا الله ونعم الوكيل بحث بخيف ونعم따 ونعم ویس Lحل